وعلشان ثورة 19 هي ثورة مجتمع بالأساس فكان لزاما علينا أن يرفع هذا الشعار أنه يحيا الهلال مع الصليب وأنه المصري المسلم هو هو المصري المسيحي واحد طب هو الجماعة بتاعة حسن البنة جماعة الإخوان دي طلعت سنة كان 28 يعني بعد قد ايه بعد 9 السنين من ثورة 19 صح جميل وبنتكلم في أنه تقريباً 40 سنة بعد الاحتلال يبقى تاني هذا الاحتلال أججى لاحتقان طائفية ثم نجد أنه في ظل هذا الاحتلال ظهرت هذه الجماعة الله عايز تقولي أن الجماعة دي بأي حال من الأحوال ليها سطر واحد في أجندة الوطنية المصرية إزاي طيب؟ طب معقول كل ده صدف؟ طب وهو حسن البنة جاب أفكاره منين؟ كده؟ من الهوى؟ لا هو في ناس هجرت من بلادها ودخلت هذه البلاد وعاشت هنا وتحوصلت وتشرنقت وبدأت تبيض أفراخ منهم واحد زي حسن البنة خد بالك يعني هذا الفرخ خائب الرجاة لكن للأسف اللي نجح في تأسيس هذه الجماعة هو حسن البنة اللي هو حسن السعاتي ودي حدوتة برضو تروى ليه اسمه حسن السعاتي فتحول إلى حسن البنة دي حدوتة في التاريخ يعني نقعد نحكيها وبالتدقيق يعني من هجرتهم من المغرب ووصلهم إلى الأسكندرية ومن الأسكندرية إلى محافظة البحيرة وبعدين يذهب البنة للعمل في الإسماعيلية دي حدوتة ما فيهاش صدفة وبعدين الصعود بتاع الجماعة على الأسطورة يعني نحن جماعة تكافح الاحتلال وترفض الاحتلال طيب هات لي حاجة واحدة عملتها الجماعة متعلقة بمكافحة الاحتلال أو بالنضال ضده يقول قد سقط منا الشهداء ونحن نقف أمام الاحتلال البريطاني طب هات لي اسمه واحد ما تلاقيش هو دايما هتلاقي دي ايه رسائل زي رسائل البنة كده طب حزب الوفد اتفق أو اختلف معاه على حسب رؤيتك السياسية بسيطة حزب بالتأكيد نبع من الوطنية المصرية حراك وطني مصري سعد باشا سعد سعد يا حساعد يا بلح زغلول يا حليوة يا بلح فييجي الوفديين أو شبان الوفد يعملوا مجموعة تقف أمام الاحتلال ده طبيعي منطقي ده حزب الوفد اللي تشكل عشان يقف قدام الاحتلال حتى أحزاب الأقلية أنا ذاك حركة اليسار المصري كل دول عندهم لست بالأسماء الشبان اللي شاركوا في عمليات النضال الوطني ضد الاحتلال الشبان الذين سقطوا إلى آخره عندهم تاريخ دور على حاجة متعلقة بالجماعة فعلا مرتبطة بالنضال الوطني ما تلاقيهش تبص على الجماعة في حياة حسن البن على حياة عينه وحسابه عند ربنا ويجزيه يعني في النار بإذن الله وبإقصى المصير بإذن الله فتيجي تبص كده الله هو مين اللي كان بيفجر المحاكم حسن البنة ورجالته مين اللي بيغتل القضاء حسن البنة ورجالته هو مين اللي حرق القاهرة هو أنت مسدق إنه اللي حرق القاهرة هم رجال المقى أنا رجل ضد الملكية شكلا وموضوعا اللي كانت موجودة في مصر شكلا وموضوعا عملت زي واحد خيب كده على الفيسبوك قال لك يا جماعة فين أيام الملك فاروق لما كان المالين بخمستاشر دولار وبيتكلم على إنه ده واقع يعني هو في تاريخ مصر ما حصلش كده يعني ما حصلش يعني بالمناسبة وأيام فاروق تحديدا تحديدا يعني كان الدولار بتلاتين قرش مهم؟ مش ده الموضوع لكن هو ما حصلش إن الملكية اللي حرقت القاهرة هم الإخوان هم اللي حرقوا القاهرة وهناك أوراق تشير إلى ذلك لا هو هناك أوراق تثبت ذلك ضلوع الإخوان في حريق القاهرة قال لك إحنا رحنا كنا بنحارف يا مع الفدائيين في 56 طب هاتلي إخواني واحد سقط شهيدا في 56 هاتلي اسم واحد اسم مش عايز اتنين أنا عايز اسم واحد ما عدت بوهاش تيجي تقول لي أصلا إخوان خا أنا وأنا بنقلك على الوضع القائم مش حتى لـ 2012 ولا 2013 خالص على الوضع القائم هذه الجماعة جماعة مكشوفة فإن فعلت شيء فهو ضدك أنت ضدك أنت بشكل مباشر ولا تنسى جرحا غائرا حتى ولو كان الزمن مسحولك دايما نضرب المثل كده واحد اتعور بموس في إيده مسك كتر وبيقطع أي حاجة رح تضرب في إيده الدم بقى قد كده خيط الجرح وحط الحاجات المضادات الحيوية عشان الجرح ما يتلوسش وتمام شهر في التاني في التالت سنة في التانية الجرح ما بقاش موجود بقى حاجة زي الفل عشرة على عشرة فهو نسي الألم بس فلا تنسى مش بقى الألم لا لا تنسى مشهد لضابط مصري يسقى دماء النار ناسي ولا إيه لا تنسى أبدا مشهد إخواني بيضرب بالنار على بلكنات الناس بشارع رمسيس لو عاوزين نتذكر سوف نذكر لا أحب أن أقلب عليكم المواجع أخوانا والله لكن هو ما ينفعش ننسى